أنا أيوب، نائب مدير الطبي في مستشفى أوتل جيو مساء الخير دكتور مرحباً أربعة آب، ساعة ستة وستة، أين كنت؟ كتبعنا شي واصلة على البيت بسمع انفجار قوي كثير قل له لجوزة هيدا انفجار قل له لا أسباب مش معقول بلا انفجار بحمل حالي وبرجع بنزال أم تلتان بيجيني تليفون من الأوبيتال إنه لازم نرجع على الأوبيتال أنا مسؤولة عن التلميذ تاج دي تجان دونك والرزيدانية والإنتانية قل لهم بسرعة وأكثر لا يوجد عالم تجيبوهن لأنه يوجد أكثر قوية ويجب أن نكون كلنا في الأوبيتال ونصل إلى الأوبيتال هنا رأيت شيء في حياتي أنا عشت حرب في الحرب كنا نسمع أمبولانس نقول جهنا جرحة نركض من السرفيسات على الإرجانس أنه جهنا جرحة لكن هذه المرة لم يكن ذات الشيء لأن هالمرة كل واحد كان ببيته وما كنا بالمود أنه في حرب بالمود أنه رح يجينا جرحة ما بحياتنا شفنا شيء هالقد بوجع نهر من الدم والجرحة والضحايا والجثث وعن صورة هزت بيروت هزت العالم هزتنا كلنا ليلة أربع أب أربع أقاب كانت أنا هون كانت الأرض ما بتشبه أبداً أبداً شو شيفينو اليوم الأرض كانت كلها مليانة جرحة وحتى قطلة وكانت كلها دم يعني كانت كولار دولاتير كانت حمرة 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 العالم كانوا واحدون أغلبيتهم أو ناس ما بيعرفون جيبينو لهو كل هيدول الشيفينو النقوات كانوا معابلين عالم حتى كان في محلات حطيين 2-2 وكان في مردى أو قايت على الجرحة أعدين على هول الدسك دايير هون كان في تلات جرحة نيمين كلهم دم كانوا واحدون كانت أنا وقفة هون وقفة بهالشكل عمون مون ديو دونينو plusieurs mains et plusieurs تêtes ومن ثم يستطيع أن نزل كل مجددان ومن ثم يستطيع أن نزل يستطيع أن نزل كل الناس عن جد مبارك كيف قدرنا خلصنا ساعتين إجينا 700 جريح 14 ميت كل واحد منا كن عندو عشر إيدين وعشرة راس لنقدر نحكيم ونخلص شو خلصنا نهارتا انت الدكتور يلي وقفك انتي على اليمين بهذه الصورة يلي برمت العالم ما شفته عيوني كدكتور إليان وما قدرت تنقلوا هذه الصورة يلي برمت العالم هذه الصورة انتو عم تشوفوها بس هيدا الصورة ولا بتحكي ولا عم تقدروا تسمعوش ولا عم تقدروا تشوفو ستاء ناستان بس إذا كنتو هون كنتو سمعتو العنين كنتو شفتو الخوف كنتو شفتو سمعتو حدا ما بيعرف موينو مينو هو وحدو الوجع السنتيمان دانجوستيس هالي كل واحد كنا بقول ليه طيب ليه نحنا هون شو صار ما كنو عارفين شو صار ياريت هذه الصورة كانت فيديو مش صورة تشوفو شو كان شو كانت عارت هذه الصورة يعني أبوكاليبس نهارتها كان عن جد لما وصلت على المستشفى أول مريض مين كان أول مريض كانت بنت صغيرة فتنة عندها كان حدا باية كان باية مش فهمين قديش بفتكر كانت بنته خطرة بس كان فيه دربة عراسة كتير كتير قوية وكان عم بحكيها وكنا نحنا عم نجرب نعشها كان كتير صعبة كتير صعبة تشوف حدا صغير صغير اينوسان ما خصو قاعد ببيته عم بيلعاب بصير عم بموت بهك لحظات الطبيب شو في يعمل؟ الطبيب صار عنده راسين راس بفكر وراس بيبكي بخلي الراس بيفكر قدام وراس بيبكي بخلي الراس بيفكر قدام وراس بيبكي يعني بيجي من جوة الهم الوحيد بيكون عنا ايه نخلص قد ما فينا عالم نفكر بكل واحد توجع كل ام كل باي كل خي كل اخت كل ابن كل بنت كل مريض هو بحد ذاته شو عم بصير فيه نقدر نعطيل ماكسيما مدو الشانس انه يخلص هيدا ما نفكر فيه بس كتير صعبة كتير صعبة نقدر نقسم راسنا اثنان بس مجبورين قلتلي العقل مقصوم اثنان واحد بيبكي واحد بيشتغل اينتن اول دمعة نزلتها بهنهار والمستشفى كي تلت مرات انهارتها اول مرة وقت شفت هيدا بنت صغيرة تاني مرة وقت شفت مرة كانت اكلتها ضربة عراسة واجا جوزة اجاني بهنن بهالحالي عارف انه من بعد يوم صار في مودي ماغي طلب انه يعطي اعضاء مرته السفير الهولندي ستت تريدور لانه بهالكارثة قدر يلاقي شيء يخلق امل يخلق امل تالت مرة كيت فيها بهنهار هو وقتها في مرة واحدة واحدة جيب صليب الأحمر لم يكن لديها جزدين لم يكن نعرف مين حتى هناك مادام اكس اكس واجهوا اهلا بذات النهار يسألوا هل تعرفوا هكذا؟ رأينا صورة لم تشبه هكذا يحصلوا بالمارك وفي الأوبيتالات وراجعوا طين نهار وطين نهار تعرفوا على هذه المرة وهنا كان شيء صعب دهر جوزة يقولون انه عايشي عايشي دكتور بهاللحظات بحر من الناس بحر دماء مرضى جتت جرحة بالمقرب الآخر فيه قدرة استيعابية معينة إن كان للمستشفى إن كان للطوارئ إن كان لكم كأطباء ومستشفى مدمرة الأولوية كانت تكون لمين كنتي قادرة تقدري تميزي مين فعلا الحالة يلي بحاجة للتدخل الطبي أولا وسريعا بالصورة لو منشوف الصورة ولحظات هذه الصورة وقفة ضائعة 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 ولكن كان هناك ثلاث محلات حتى المرضى بلوك اوبراتوار يعمل كله لم يكن هناك وضع حتى السلطة كانوا بلوك اوبراتوار والسلطة التي نضع فيها الناس من بعد ما يواء عادة من البنج صارت سواء إنتنسيف كل المحلات كانوا يعملون حتى بلوك شيروجي كاردياك أربعة تلتة عشر أو تلتة عشر أو تلتة عشر تعملون 26 لأن كل المحلات كانوا يعملون بلوك كانوا يعملون هنا خطرين وكانوا أقل من المحلات من الغربة بلوك اوبراتوار وكانوا هناك فتحنا إلى مطلوبة حتى نوع الذين تقديم وكانوا في كل باركينج للإرجانس والتلميز وأنا بوجههم السلام ومفرم كانوا الكثير جميع من العلاج بينما والتلائم تساعدنا كانوا يضووا السليولار على الجروحات في العالم والرزدانية يقطبوا لذلك كان هناك أربع محلات يعملون أكيد أكثر من قدرتنا مئة عملياً عملوا بذلك النهار أكيد كانت صعبة ولكن أنا أقول أنه كان هناك شيء من فوق أنا أقول أنه كان هناك شيء ميراكولوز تقدر تساعدنا لنقوم بهذه الأمنة 365 يوم مرأة ما تغير بإليان؟ لا تنسي تخاف أن ننسى؟ لا أعتقد أننا ننسى يوم من هذه الأيام لا أعتقد أن أحداً مننا أن نقوم بإليان سجور وإليان سجور كثيراً مهم اليوم عندما أتيت إلى هنا فكرت بكل أم والأم والأم والأخي 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 ضيع أحداً يحبه كنا كنا من ثاني مال ونحن نستطيع أن نفعل شيء لأنه لم يجب علينا ونظروا هنا وماتوا هو اللي ما شفناه هون أبطال تفجروا هون أبطال أشلاقون هون أبطال نزوا يطفوا حريق عأساس شوية مفرقعات طلع أطنان من نترات الأمونيوم فجرت فيه مدينة بأكملة كيف تصفيلي بيروت؟ ما بحياتها بيروت كانت موت فيه متل ما موت فيه هالأيام كيف بتشخصيلي إيها لبيروت؟ كومة، موت سريرة، عم بتقاوم لترجع لترجع تعيش؟ أناستيزية مبنجة إبنة أو بنتة إداية من بعد ما تولده حتى لو ميت وتودهه تفجير وتفجير جماعي مشان هيك اليوم الأمهات، الضحايا، الجرحة حتى الناس يلي مناصرين لحقوق الإنسان بالكامل كلمة وحدة اليوم مشانة أربعة أب مزبوط سؤال أخير تفجير جتت قتلى صور مروعة بالمقابل بعد سنة مدينة مدمرة انقطاع بالكهرباء انقطاع بالدواء انقطاع بالحد الأدنى المطلوب لكم كأطباء لتقدروا تكفوا وهجرة أطباء ونزيف أطباء كتير كبير الشح الأصعب، الوضع الأصعب كان بأربعة أب أو ما بعد أربعة أب هو أربعة أب كان أنا بالنسبة لقليل بيدهي لكل شي أنا بعرف من هال يعني متل ما عم بتحكي الهالهجرة مثل مكتبة تبع الحكمة والأخطر من هيك تبع اللي جن دوسبي الشباب هاللي عم بهجروا هيدا الخطر كتير 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 ما في حدا تفكر يضل بهالبلد أي أمل بدنا نعطي لهالشباب؟ بس أي أمل رح يضل إذا الشباب راحوا أي أمل لهالبلد إذا ما بق فيه شباب تسأل لي جن ليش بكم تروحوا؟ يا حول لو كانت رقوط لهيك بفتكر أربعة أب كانت بداية لك كتير إشياء في هالبلد شكرا إليك دكتور نرسي وننحني ننحني أمام جهودكن بأربعة أب وما بعد أربعة أب لكل الطاقم الطبي لكل الطاقم التمريدي لكل المسعفين لكل الناس اللي فعلاً هن كانوا الأمل أو ضوء الأمل لنحنا كلنا متمسكين فيك لبنانيين برغم كل الصعاب برغم الوباء برغم الكارثة الاجتماعية والاقتصادية والمالية باعتكم واقفين وأنتوا أمل كتير كبير لنا شكرا إليك